نوه المجلس بمتانة العلاقات بين البلدين والرغبة في تعميق التعاون بينها في المجالات كافة بما يهدف لمصالح الشعبين وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة كما رحب مجلس الوزراء بالبيان الختامي لوزراء خارجية الدول الإسلامية بجدة مشددا على دعم المملكة لجميع الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية ورفضها الشديد لأي تدخل خارجي في شؤونه دون طلب من حكومته الشرعية عبر مجلس الوزراء عن أسف المملكة لانتهاء مشاورات جنيف بشأن اليمن دون التوصل إلى اتفاق مبديا تقديرها لجهود الأمم المتحدة في سبيل تنفيذ القرار الدولي رقم 22-16 وللتعاون الإيجابي من الحكومة الشرعية مع تلك الجهود كما اتخذ مجلس الوزراء عدد من القرارات من بينها الموافقة على إحلال اسم وزارة التعليم محل اسم كل من وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم إحلال اسم وزير التعليم محل اسم كل من وزير التعليم العالي ووزير التربية والتعليم أينما وردت تلك الأسماء في الأنظمة والتنظيمات والمرسيم والقرارات والأوامر والتعليمات أيضا تعيين ثلاثة أعضاء في مجلس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لمدة ثلاث سنوات تعيين عضوين في مجلس الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية لمدة ثلاث سنوات تحديد عضوية وتعيين أربع أعضاء في مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية لمدة ثلاث سنوات وأقر المجلس إضافة ممثل من وزارة المياه والكهرباء إلى عضوية اللجنة الوطنية لتقنيم أعمال التشغيل والصيانة كما وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة شركة المقر للتطوير والتنمية برئاسة أمين منطقة المدينة المنورة وعضوية 11 أعضاء وافق قادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على التنظيم الجديد الذي ينص على منح الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وأسرهم الذين تنطبق عليهم الشروط مقابلا ماليا قدره 150 ألف ريال بدلا من تأمين السيارات التي جهزت بما يتناسب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة نصت موافقة خادم الحرمين الشريفين على أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية التنصيق مع وزارة المالية لمراجعة اشتراطات المنح وضوابطها والتنصيق مع الجهات ذات العلاقة بوضوح خطة لحل المشكلة على المدى الطويل وفق برنامج زمني لتهيئة وتوفير مواصلات موثوقة لذوي الاحتياجات الخاصة مع إمكانية إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للإسهام في تنفيذ هذه الخطة وستتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والتنصيق مع وزارة المالية التفاهم على طريقة تحديد الإجراءات المناسبة لتنفير عملية الصرف المالي للمستفيدين من هذه الموافقة حيث تبقى من المسجلين في المرحلة الأولى لعملية 500 مستفيد وسيتم الصرف لمن سجلوا منذ بداية البرنامج حتى نهاية 1435 هجريا قبل نهاية العام الحالي كانت المرحلة الثانية بدأت عام 1436 هجريا وانتهت في شهر رجب الماضي وبلغ عدد المسجلين فيها 21 ألف سيتم الصرف لهم وفق ما يتم تحديده من ضوابط وشروط وإجراءات بالتنصيق مع وزارة المالية شددت وزارة الشؤون الاجتماعية أن قوائم بيانات المستحقين لدى الوزارة تهدف إلى راحة الذين ستصلهم الخدمة بكل عناية وهم في منازلهم يذكر أن برنامج منح السيارات لذوي الإعاقة منذ أن تم إطلاقه عام 1433 هجريا قام بمنح أكثر من 6300 سيارة ثمن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله معيق لتلك الموافقة التي جاءت استجابة لما رفعته وزارة الشؤون الاجتماعية دعما وتسهيلا لذوي الإعاقة بداية في حقيقة الأمر أرفع أسماء آيات الشكر والإمتنان لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله ولي مقام ولي العهد وسموه ولي العهد أيضا على هذه اللحظة الكريمة لحل هذه المشكلة التي تعاني منها الوزارة في الفترة السابقة نحن في الوزارة لدينا طبعا مرحلين من مراحل التسجيل المرحلة الأولى بدأت منذ عام 1433 في نهاية عام 1435 وهو العام الماضي فجل فيها تقريبا حوالي 12000 شخص طلب للسيارات نقفذ منها ما يقارب 6300 سيارة منها تقريبا 1800 سيارة في الأربع شهر الأخيرة وتبقى حوالي 5700 مستفيد في انتظار السيارات للاستفادة منها الحالة الثانية بدأت عام 1436 من بداية السنة فتح باب التسجيل حتى تقريبا منتصف شهر رجب وسجل فيه تقريبا ما يقارب 11800 أو 10800 أو قريب من هذا العدد مستفيد طلب الاستفادة جديدة بالسيارات نحن طبعا الآن نستجيب أو نمنح للمرحلة الأولى حالة اللي بدأت من عام 33 حتى نهاية عام 35 كما قلت تبقى منهم حوالي 5700 مستفيد على قائمة الانتظار وهؤلاء سيتتم معالجة أمورهم إن شاء الله وفق الأمر السامي الكريم بمنحهم بدل نقدي مباشر بدلا من السيارات اللي استفادة منه حسب رغباتهم وحسب متطلباتهم ونوعية عاقتهم وغير ذلك مور وتسجيل للإجراء وتسجيل للعمل هذا إن شاء الله سيتم العمل عليه في هذه الثلاثة الشهر القادمة بنهاية هذا العام نكون نهينا المرحلة الأولى وأقصلنا باب المرحلة الأولى التي امتدت حوالي 3 أو 4 سنوات حتى عام 35 عقد مجلس الشؤون السياسية والأمنية اجتماعا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية استمع المجلس خلال الاجتماع إلى إيجاز سياسي وأمني حول عدد من تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وبحث المجلس عددا من الموضوعات السياسية والأمنية واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اطلع المجلس خلال الاجتماع على عدد من الموضوعات الاقتصادية والتنموية ومنها مدينة جازان الاقتصادية ومدينة عدد الشمال وكذلك ما يتصل بمشروعات النقل الكبرى في بعض المدن الرئيسية في المملكة اتخذ المجلس حيالها عددا من التوصيات اللازمة يبدأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع زيارة إلى فرنسا اليوم استجابة لدعوة الحكومة الفرنسية وبناء على توجيه خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أهل السعود ويلتقي ولي ولي العهد خلال الزيارة بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولند وعددا من المسؤولين الفرنسيين لبحث العلاقات وأوجه التعاون بين البلدين وتكتسب العلاقات السعودية الفرنسية أهمية خاصة في ظل تسارع التغيرات الدولية والإقليمية التي تتطلب تبادل الأراء وتنسيق المواقف بين المملكة والدول الصديقة التي تتبوأ فيها فرنسا موقعا متميزا التقرير التالي يسلط الضوء على تطور العلاقات بين الرياض وفاريس متابع سجل حافل بالزيارات التاريخية المتبادلة بين زعماء البلدين العام 1967 كان شاهدا على لقاء تاريخي هو الأول من نوعه جمع الزعيمين الملك فيصل والرئيس الفرنسي شارل ديغول تلك الزيارة التي عززت تواصل العلاقة بين الرياض وباريس قبل أن يشهد العام 1973 ميلادية زيارة أخرى للملك فيصل في عهد الرئيس جورج بومبيدو الملك خالد زار فرنسا مرتين خلال عامي 78 و81 فيما كان السجل الزيارات حافلا بأربع زيارات للملك فهد حينما كان وليا للعهد وبعدما عين ملكا عام 1984 الملك عبدالله بن عبدالعزيز زار باريس عدة مرات عندما كان وليا للعهد وكانت الزيارة الأولى في عام 1981 ثم في عام 1985 وعام 1998 كما وصفت الزيارة التي قام بها الملك عبدالله في أبريل عام 2006 بالتاريخية حينها خرق الرئيس الفرنسي جاك شيراك قواعد البروتوكولات في مراسيم الاستقبال والتوديع الأمير سلطان بن عبدالعزيز زار فرنسا عدة مرات منذ عام 1983 كما اجتمع مع الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران عام 1986 وتكررت زيارات الأمير سلطان لباريس عام 1997 و99 فرنسيا زار جاك شيراك الرياض أكثر من مرة كانت في عام 96 و2001 عام 2005 قام الرئيس الفرنسي جاك شيراك على رأس وفد كبير بزيارة إلى المملكة لتقديم التعازي في وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله واستمر جسر التواصل ممتدا بين الرياض وباريس حيث استقبل الرئيس الفرنسي ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف في الثامن والعشرين من مايو عام 2013 قبل أن يشهد العام الماضي وتحديدا في سبتمبر زيارة رسمية للملك سلمان بن عبدالعزيز حينما كان وليا للعهد كان على رأس مستقبليه حينها الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ولم تكن دعوة الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند لزيارة الرياض ضيف شرف على القمة التشاورية لمجلس التعاون الخليجي في الخامس من مايو الماضي مفاجئة لمراقبي السياسة على الرغم من كون هذه الدعوة سابقة في تاريخ قمم المجلس وشرفا دبلوماسيا لم يحظى به أي زعيم دولة غربية من قبل عبدالرحمن بن مزيد الإخبارية تنضب معنا مراسلة الإخبارية في فاريس هدى محمد مرحبا بك هدى كيف ترين الاستعدادات الفرنسية لاستقبال سمو ولي ولي العهد أكيد أن وسائل الإعلام وعلى الوضع السياسي والجانب السياسي أيضا وسائل الإعلام أعطت حيزا هاما واهتماما كبيرا لهذه الزيارة منها من تطرق إلى الجانب الاقتصادي والتبادلات التجارية الأخيرة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا ومنها من تطرق إلى التعاونات الأمنية والاتفاقيات التي حصلت عليها فرنسا أو اتفقت عليها فرنسا مع المملكة العربية السعودية على الجانب الأمني والجانب السياسي أيضا ومنها من تطرق إلى الشراكة بين المملكة العربية السعودية والعلاقات خصوصا وذكر وسرد تاريخ العلاقة الفرنسية والسعودية وكذلك تطرق إلى التقاء الأمير ولقاءته مع وزير الخارجي الفرنسي ووزير الدفاع كذلك في أبريل الماضي وفي شهر ماي الماضي كما قصر الإليزي ووزارة الخارجية كذلك تولي اهتماما كبيرا لهذه الزيارة ظهر هذا في ترسيب البروتوكول الرسمي لاستقبال ولي ولي العهد اليوم مساء وكذلك في الاستقبال غدا بمقر وزارة الخارجية نعم ماذا عن ردود الفعل حول الزيارة خاصة أنها تأتي بعد الزيارة الهامة التي قام بها سمو ولي ولي العهد لروسيا أكيد زيارة الأمير ولي ولي عهد لروسيا كانت قبل خمسة أيام تقريبا نفتقى فيها برئيس جمهورية روسيا فلاديمير كوتن وبعدها اليوم سيأتي إلى فرنسا ردود الأفعال كلها تقريبا كانت مرحبة جدا بهذه الزيارة والتي ستصب وأكيد في تعزيز الشراكات الأمنية وتعزيز الشراكات الديبلوماسية والاقتصادية بين فرنسا كل وسائل الإعلام ربما بعضها قد تطرق إلى جانب الاقتصادي والسياسي والأمني ولكن تتفق جميعها بترحيب الكبير لولي ولي العهد وكذلك لازدهار العلاقات السياسية الفرنسية السعودية نعم مراسلة الإخبارية في باريس هدى محمد شكرا جزيلا لك ينضم معنا أيضا من باريس المحل الأسياسي علي نصر الدين مرحبا بك يا أستاذ علي أستاذ كيف ترى زيارة ولي ولي العهد لفرنسا في هذا التوقيت خاصة وهي تأتي بعد زيارة سمو ولي ولي العهد لروسيا أعتقد أن هذه الزيارة هي لتكملة وتوثيق ما حدث عند زيارة الرئيس فرنسوا هولوند إلى المملكة والحفاوة الكبيرة التي لقيها هناك الأوساط هنا الاقتصادية والسياسية والديبلوماسية والإعلامية أولت اهتماما كبيرا لهذه الزيارة وهي بالتالي تنتظر أن يكون هناك اتفاقات جديدة أو مكملة لما اتفق عليه أو لما حدث أثناء زيارة الرئيس فرنسوا هولوند إلى المملكة هذه الزيارة أنا في اعتقادي هي زيارة مستمرة منذ لقاء الملك فيصل والجنرال شارد ديغول وهي لتوثيق هذه العلاقات التي على أيام الرئيس ساركوزي سادها بعض البرود والآن هناك علاقات جديدة مميزة والذي راقب زيارة الرئيس فرنسوا هولوند إلى المملكة وإعلانه منذ اللحظة الأولى أنه يدعم عملية عاصفة الحزم وقال أنه ملتزم بأمن المملكة هذه الالتزامات الفرنسية نحو المملكة قدرتها بالطبع المملكة العربية السعودية وزيارة ولي ولي العهد إلى فرنسا هي لتكملة هذه المباحثات التي حدثت ولتوثيق العلاقات أكثر فأكثر مع الفرنسيين خصوصا بعد إذا صح التعبير الغيابة الأمريكي من هذه المنطقة وفرنسا موجودة منذ أمد بعيد والمملكة هي ركن في هذه المنطقة والتوافق الفرنسي السعودي تراه فرنسا ضرورة لكل البلدين نعم كما ذكرت العلاقات السعودية الفرنسية علاقات تاريخية تشهد تطور في مختلف المجالات كيف قرأت ذلك؟ نعم العلاقات بين السعودية وفرنسا هي علاقات تاريخية تشهد تطورات في مختلف المجالات كيف قرأت ذلك أو كيف تتوقع ستكون مخرجات هذه الزيارة؟ أنا أتوقع أن تكون نتائج هذه الزيارة نتائج جيدة جدا وأنا أعتقد أن ليس هناك أقرب أو أي حليف أقرب إلى المملكة من فرنسا خصوصا بعد الزيارة التي قام بها الرئيس فرنسوا هولوند إلى المملكة والحفاوة التي شهدها والتي شعر بها الرئيس فرنسوا هولوند أثناء زيارته هناك إذن هذه الزيارات إن كان من ناحية المملكة وحضور سمو ولي العهد اليوم إلى فرنسا أو الاستكمال هناك أنا أعتقد أنه سيكون هناك أشياء كثيرة مهمة ستعلن أثناء هذه الزيارة لا قد سمعت عنها ولكن ليس بإمكاني الآن أن نتحدث عنها لأنها لم تكن بعد أو مؤكدة ولكن أعتقد أن هناك اتفاقيات وبيانات مشترك سيكون على قدر أهمية هذه الزيارة نعم من باريس المحلل السياسي أستاذ علي نصر الدين شكرا جزيلا لك في اليمن تتواصل المعارك